لزيادة المساحات الخضراء في محافظة كربلاء المقدسة نظمت مجموعة مشاتل الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة حملة لتشجير مدارس المحافظة لتسمى في خلق بيئة تسودها المناظر المريحة في تلك المؤسسة حقيقة الفكرة من الموضوع هو نشر المساحات الخضراء داخل محافظة كربلاء مبصورة خاصة وإيصال أكثر عدد من النباتات إلى المدن والشوارع للتشجير وغيرها لحقيقة عندنا كثير من النشاطات داخل محافظة كربلاء المقدسة حملات مستمرة تنفذها مجموعة مشاتل الكفيل في شوارع كربلاء وقد باشرت في هذا العام بتشجير المدارس داخل المحافظة بنباتات تم أكثرها بعناية وبظروف خاصة في مكانات تابعة للمجموعة بادرت العتبة وبتشجير مدارسنا وأظهارها بالحلة الطيبة استقبال العام الدراسي الجديد وكان الجهود العتبة العباسية جهود مباركة في تنظيم ما يقارب 285 إلى 87 مدرسة بجهود ذاتية من قبلهم مساهمة منهم في دعم العملية التربوية لمدينتنا المقدسة نوجه شكرنا وتقديرنا للعتبة العباسية على هذه المبادرة الجميلة واللطيفة اللي هي تنظيف الحدائق وبعثت أمل عدنا أنه محد ما ناسينا خاصة للطلاب الطلاب قاموا من يدخل المدرسة ويشوف الحديقة مرتبة وحلوة ترتاح نفسيته وبدت يعني هذه المبادرة خلت الطلاب هم اللي يشتغلون بعض الأحيان بالحدائق حرص العتبات المقدسة على أنشاف تياد زينبيات في حاضنة علمية تليق بمدينة سيد الشهداء فقد امتدت يد العون متمثلة بسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة وكادرها الموقر لجعل مدرستنا بهذا المنظر اللائق اهتمت العتبة العباسية بالجانب التربوي ودعم العملية التربوية ولخلق بيئة جذابة وتربوية داخل المدرسة يستمر عطاء العتبة العباسية المقدسة في رفد كل ما هو مفيد للمجتمع وقد اتجهت مؤخرا صوب زيادة المساحات الخضراء في محافظة كربلاء اذ اطلقت حملة لتشجير المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد سبقتها حملة لتشجير الشوارع اشتركوا في القناة